فالعدالة هي الضمير الحي الذي لا يموت إلى يوم القيامة فليحيى العدل دائما العدالة هي الإنسانية في أسمى معانيها فلن تكون عادلا ما لم تكن إنسانا العدل هو الإنصاف والمساواة بين الجميع بين الغني والفقير بين القوي والضعيف العدل بمفهومه البسيط هو إعطاء كل ذي حق حق إن الله لا ينادي يوم القيامة فيقول يا ملائكتي أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه سبحان الله العدل أساس الملك عشان العدل غالي ربنا بيحذر نبي الله داود ويقول له أوعى مشعرك تخليك تبعدك عن الحق فتحكم لصحبك أو لأريبك أو لحبيبك وتظلم صاحب الحق يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يدعو يقول اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب يعني يا رب لا تجعل حب لأحد سببا أن أحكم له بحق لا يستحقك فأظلم غيره يا ربون